ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الزرقاء القبض على عدد من المشتركين في مشاجرة وقعت قبل يومين توفي على إثرها أحد المواطنين مصدر أمني قال إنه ضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية التي استخدمت في المشاجرة مضيفا أنه تم إرسالها لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية حيث تطابق أحد تلك الأسلحة ورأس الطلقة التي تسببت بوفاة المواطن وما زالت تحقيقات جارية تمهيدا لإحالة القضية للقضاء وفي خبر منفصل عثرت الأجهزة الأمنية على جثة جنين داخل مجاري صرف صحي في مستشفى معاذ بن جبل الحكومية في الغور الشمالي في محافظة أربد وفق مصدر أمنية وقال المصدر إن عمال الصيانة كانوا يقومون بفتحه عبارات داخل المستشفى وأنهم شاهدوا جثة الجنين وقاموا بإبلاغ الشرطة التي قامت بانتشاله وبينا المصدر الأمني أن الأجهزة المعنية بدأت التحقيق في الحادثة